اكيد بعد الفيديو الاخير صار في عندكم فضول تعرفوا الاغذية الجنينية وقدي انا بقدر اكل منا بهيدا الفيديو رح نشرح عن جزء من الاغذية الجنينية وهي المكسرات وانا جبت اللي موجود عندي بالبيت ورح حاول اشرح لكم قدي رح نستهلك منا باليوم بس كانت من التعليقات انو رح تعمل زيادة وزن رح تعمل كلسترول ورح ناكلها كلها اكيد لا لانو لما منحدد نحن الكمية اللي رح ناكلها ما رح تعمل معنا مشاكل صحية تانية اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بقناتكم المنوعة اناقط انسة اللي عم يحضرنا اول مرة معكم لبينة رحي حاصل ع درجة الدكتورة بلشت سلسلة جمالك بعد الاربعين وكان من الفيديوهات الجميلة الاطعمة الجنينية التي تقوم على تخليق الكولاجين بعد سن الاربعين وهيضا نقطة كتير مهمة للنساء والرجال واول اطعمة هي لب اليقطين ومتل ما نكون شايفين منسميه كمان البزر الأبيض ما كان عندي البزر الأبيض عندي انا منزوع القشور وجاعز الجرعة اليومية اللي انا ممكن اخذها هي حفنة باليد قادرة انه تمدنا بكل العناصر الغذائية المفيدة لتخليق الكولاجين في اجسامنا قد يكون له اسماء متعددة الجوز عين الجمال لكن حبي لكم حبة الى اربع حبات باليوم قادرة على مد جسمنا بالعدد من الفيتامينات والأحماض الأمينية والتهنية كمان المفيدة في تخليق الكولاجين حبات البندق اللذيذة تعاد من الأطعمة الجنينية الرائعة ومنقدر نحنا ناكل تقريبا لحد الخمستاش حبة باليوم مو اكتر الاسئلة اللي كانت تورد انه قدي انا رح ااكلهم كلهم لهذه المواد لا واحد فقط من هذه الأطعمة في اليوم كفيلة على امداد جسمنا بكل ما يلزم لتخليق الكولاجين مدى الحياة اما الكاجو منظروا عالشجرة كتير جميل حبي تحط لكم هالصورة حتى تعرفوا شكل النباط الأصلي الكاجو من الأطعمة الكتير غنية بالزيوت لهيك بتكفي 8-10 حبات خلال اليوم الواحد تفادي لزيادة الوزن الرهيبة اذا استهلكنا اكتر من هيك باليوم اصدقائي الغوالي رح نتابع مع الفستو الحلبي الفستو الحلبي صحيح حبته صغيرة بس كتير غني بالمواد الدهنية بتكفي 15 حبة خلال الجرعة الواحدة اما متل ما نكونوا ملاحظين لسا في عنا اللوز اللوز حبته كبيرة يعني ما فينا ناكل 15 بدنا نقللها تقريبا للعشر حبات خلال اليوم غوالي هذه القيم نسبية ممكن تكون حبة اي نوع من المكسرات ممكن تكون حبة كبيرة فما معقول ان احنا ناخد كل الكمية اللي احنا ذكرناها الارقام اللي عم نقولها هي ارقام نسبية تبعا للمكسرات الموجودة عندكم بالبيت يعني متل هلأ هيدا حبة الفستو متوسطة الحجم لكن يوجد اكبر منها بالحجم وفيه عنا كمان حبات اصغر بالحجم فنحنا ناخد الموضوع بشكل تقديري واكيدة بتمنى لكم الصحة والخير والسعادة سؤال هام وورد هل ناخذ المكسرات مملحة او غير مملحة الملح لا يؤثر على العناصر الاساسية اللي نحنا ذكرناها سابقا اللي هي الفيتامينات والمعادن الحموض الدسمة والامينية لكن يؤثر على الاشخاص الذين لديهم ارتفاع بالضغط النقطة الثانية بناخد المكسرات ني او محمصة احبتي عملية التحميس اي تعريض المكسرات للحرارة بغيت تشفيفة واعطاءة نكهة اضافية لا تؤثر على المعادن لكن تؤثر على الحموض الامنية والحموض الدسمة لانه بتتغير بتركيبته شوي يعني رح خبركم ياها متل الزيت لما مناكله نحنا الزيت بدون حرارة بتكون طعمته غير لما نحنا منعرضه للحرارة فالافضل انه نحنا ناخد المواد وهي ني حتى نحنا ناخد اكبر قدر من الاستفادة احبتي وصلنا لاخر نوع من المكسرات اللي كانت موجودة عندي بالبيت الجوز البرازيلي حتى تلك انشكل النبطة الجوز البرازيلي يعد من المكسرات الغنية بالمواد الغذائية حسب التصنيف العالمي لكن لديه الكثير من المشاكل اهمها يجب استهلاق الجوز البرازيلي المحاطب بالقشرة خلال فترة زمنية قصيرة لانه سريع الفساد ويعود السبب بذلك المحتوى العالي من الدهون النقطة الثانية ممكن يكون في للناس اللي عندهم حساسية يتحسسوا لما بياكلوا النقطة الثالثة يحتوي على عنصر السيلينيوم وهو عنصر غذائي كتير مفيد لكن زيادته بتأدي الى مشاكل صحية مثل تساقط الشعر التعب الدائم وعصر الهضم ايضا يحتوي الجوز البرازيلي على كمية عالية من الدهون المشبعة لهيك ممكن يكون بتأثر على مرضى القلب غير هيك انه افراط بالتناول بيقدي الى زيادة في الوزن لهيك رح تكون الجرعة منه كتير قليلة ثلاث حبات فقط باليوم ثلاث حبات لوحده يعني ما مناخد معه شي تاني كتير مهم نعرف نحنا قدي هي الحدود اللازم ناخدها وما يسبب ذلك بتأثير سلبي على صحتنا ما فينا ننكر الفوائد الجوز البرازيلي الهائلة بيحسن من صحة الغبدة الترقية وكتير ناس مصابة بمرض الغبدة الترقية استحتوي انسجة الغبدة الترقية بالاحوال الطبيعية على تركيز عالي من مادة السيلينيوم اللي بتساعد على تحفيز هرمون الغبدة الترقية وحماية الخلايا من التلف لهيك إذا الواحد تناوله بانتظامه بكميات قليلة بيؤدي إلى تحسين صحة الغبدة الترقية وحمايته من الأمراض التي قد تصاب بها أيضا هو مصدر ممتاز للسيلينيوم خفض سكر الدم زيادة مستويات التسترون تحسين صحة القلب وممكن تحسين المزاج كمان تحسين البشرة البشرة بيحارب التجاعد منع الجفاف محاربة الأمراض الجلدية الحماية من أضرار الشمس رائع جدا بس لازم ناخد ثلاث حبات فقط باليوم أصدقائي بتشكر متابعتكم بتمنى تكون المعلومات اللي قدمتها الفية الفائدة والصحة بما أنه نحن نبلشين سلسلة الأطعمة الجنينية حتى نحن نحافظ على بشرتنا بصحة وسلامة وبالنهاية بدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد وتكبر عائلة أنا قد أنسا بتشكر متابعتكم وانطروني بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر